موسيقى موسيقى أهلا بكم إلى أسبوع الصحافة والبداية بالعناوين صحيفة الشرق الأوسط العراقيون يستيقظون على شوارع وساحات تغطيها الملصقات الانتخابية صحيفة الحياة اللندنية تنقل عن منظمة العفو الدولية قولها العراق في صدارة الدول التي تنفذ الإعدام وفي تقرير لصحيفة العربي الجديد اللندنية البصرة مدينة النخيل بالعراق تستورد تمورها من إيران من المقالات حيتان فساد مدمرة تبتلع العراق لسيار الجميل في العربي الجديد اللندنية ملايين العرب بلا غذاء كاف لكاظم الموسوي في الوطن العمانية فاصل قصير نتابع بعده التفاصيل موسيقى البداية من صحيفة الشرق الأوسط العراقيون يستيقظون على شوارع وساحات تغطيها الملصقات الانتخابية تقول الشرق الأوسط ينظر طيف واسع من الشرائح الاجتماعية العراقية بعدم الارتياح لامتلاء مدنهم بصور وجوه سياسية مكررة ومتهمة بالوقوف وراء حالة الفشل التي تمر بها البلاد منذ سنوات ويرى مراقبون للشأن الانتخابي في بغداد أن الموجة الأولى من الحملة الانتخابية المكرسة للترويج في الطرقات والساحات العامة تظهر حجم الموارد المالية التي يتمتع بها هذا الائتلاف أو تلك الشخصية السياسية ويرى خبير الحملات الانتخابية قاسم محمد جبار أن هجمة الكتل والشخصيات الانتخابية على الأماكن العامة هدفها الوصول إليها قبل المنافسين الآخرين وهي شبيهة بالمال السائب المعرض للنهب في أي لحظة ومن عنوين صحيفة المراقب العراقي لجنة النيابية تكشف عن ابتزاز جهات سياسية لشركات مقابل دخولها للعراق حيث كشفت لجنة الخدمات النيابية عن وجود جهات سياسية متنفذة تطالب بمبالغ مالية من الشركات المستثمرة مقابل إدخالها إلى العراق لإقامة المشاريع الاستثمارية ويقول عضو اللجنة عبدالحسين الزيرجاوي إن اعتراض بعض الجهات السياسية جاء للحصول على مبالغ مالية من الشركات مقابل دخولها وإقامة المشاريع الاستثمارية في العراق وتورط عدد من السياسين والأحزاب ببعض ملفات الفساد ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن منظمة العفو الدولية قولها العراق في صدارة الدول التي تنفذ الإعدام إذ أعلنت منظمة العفو الدولية أن العراق من ضمن الدول التي تصدرت في تنفيذ أحكام الإعدام مشيرة إلى تنفيذ ملايقل عن 125 عملية إعدام تكفلت السلطات المركزية بها جميعا على خلفية جرائم يرتبط معظمها بأفعال متعلقة بالإرهاب والقتل والخطف والمخدرات فيما لم تشهد منطقة إقليم كوردستان تنفيذ أي عملية وأوضحت المنظمة أن العراق يستخدم عقوبة الإعدام كأداة لمعاقبة المعنيين أما صحيفة القبس الكويتية فنقلت عن ديلي بيست الأمريكية الضربات التي لا تقتل الوحوش تجعلها أقوى إذ تساءلت الديلي بيست الأمريكية هل تمنع الضربات التي شنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على مواقع مختلفة ومتعددة تابعة للنظام السوري هل تمنع الأسد من استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين وهل ستردع الوحش حسب وصفها من مواصلته قتل مئات الآلاف من الشعب السوري بأسلحة أخرى أم أنه ما هكذا يعاقب الوحش تلك الأسئلة طرحتها مجلة ديلي بيست الأمريكية بشأن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على مواقع تابعة للنظام السوري عبر مقال للكاتب كريستوفر ديكي الذي انتقد فيه الطريقة التي تمت من خلالها الضربات الجوية والصاروخية على ما اعتبره الأمريكيون والبريطانيون والفرنسيون أهدافا مهمة على الأرض في سوريا تتعلق ببرنامج الأسلحة الكيميائية لرئيس النظام السوري واعتبر المقال أن هذه ليست هي الطريقة الكافية أو المناسبة لمعاقبة الوحش الذي ذبح مئات الألاف من الشعب السوري وفي تقرير لصحيفة العربي الجديد اللندنية البصرة مدينة النخيل بالعراق تستورد تمورها من إيران يقول التقرير محافظة البصرة التي كانت تحتضن أكثر من عشرة ملايين نخلة في سبعينيات القرن الماضي لا تبدو كذلك اليوم اذ تراجعت أعداد النخيل بشكل كبير إلى أقل من ثلاثة ملايين نخلة ولم تعد هذه الأعداد تلبي حتى حاجة السوق العراقية التي أغرقتها التمور الإيرانية الرخيصة ويضيف التقرير قضت حملات التجريف في بساتين النخيل وقطعها وحرقها على معظم المزارع ويعود التراجع الكبير في عدد نخيل البصرة أيضا إلى إهمال الجهات الحكومية المختصة بالزراعة بحسب عضو نقابة المهندسين الزراعيين في البصرة محمد السلامي الذي أكد للعربي الجديد أن تراجع أعداد النخيل في البصرة تسبب بانقراض بعض أنواع التمور والغريب في الأمر أن البصرة التي كانت تصدر التمور قبل عام 2003 إلى مختلف دول العالم تستورد التمور اليوم من إيران ودول الخليج مؤكدا أن ما حدث لنخيل البصرة يمثل هدرا في الثروة الوطنية مشاهدين وهذه انتقالة إلى الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد إلى زاوية مقالات نقرأ لسيار الجميل في العربي الجديد اللندنية حيتان فساد مدمرة تبتلع العراق يقول الجميل يعيش الساسة العراقيون اليوم هستيريا ضارية مع اقتراب الانتخابات فالكل يسعى إلى الفوز بالمناصب حيث اعتاد هؤلاء جميعا على خوض معترك انتخابات برلمانية من أجل المنافع والمصالح الذاتية والحزبية ويشير الجميل إلى مقال سابق نشره بعنوان الديمقراطية الكسيحة في 2010 بقوله نحن أمام نوازع بشعة لأصحاب مصالح فئوية وشخصية غير نظيفة أبدا أدت إلى انتشار الخراب والسرقات للمال العام والرشاوى وكل الفساد الذي أمس العراق الأول فيه عالميا وكتب علي شمخي في الصباح الجديد العراقية خطاب انتخابي مشوه يقول شمخي تراجعت إلى حد كبير عنوين البرامج الانتخابية للمرشحين في العراق اتساقا مع الفشل الذريع في تحقيق التطلعات والآمال التي كان يعقدها الناخبون على النخب السياسية التي توالت على إشغال المناصب التشريعية والتنفيذية وباتت فرص التأثير في الرأي العام ضئيلة مع انعدام أي مكتسبات حقيقية يمكن تحقيقها للأحزاب والكيانات أو وعد جمهورهم بها ونقرأ لكاظم الموسوي في الوطن العمانية ملايين العرب بلا غذاء كاف يقول الموسوي رغم عمل كل وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة والمنظمات الأهلية والإقليمية والمحلية فإن نيسب زيادة الحاجة إلى المساعدات الغذائية تتصاعد سنويا ويضيف الموسوي أن ما يتطلب العمل عليه في الوطن العربي هو تنظيم ما متوفر أصلا من خيرات واستثمارها في برامج القضاء على الجوع والفقر والحرمان والتخلص من المشكلة ومصاعبها وظروفها مشاهدنا سيكون معنا بعد الفاصل الكاتب والمحلل السياسي عبد الأمير طارق وذلك للحديث عن عنوين الصحف العربية والعالمية الصادرة هذا الأسبوع أرجو تفضلكم بالبقاء معنا أهلا بكم مشاهدينا من جديد أرحب بضيفي في الستوديو الكاتب والمحلل السياسي السيد عبد الأمير طارق مرحبا بك سيد عبد الأمير أهلا بك سيد عبد الأمير نبدأ من صحيفة الشرق الأوسط عنوانات العراقيون يستيقظون على شوارع وساحات تغطيها الملسقات الانتخابية تقول الشرق الأوسط ينظر طيف واسع من الشرائح الاجتماعية العراقية بعدم الارتياح لامتلاء مدنهم بصور وجوه سياسية مكررة ومتهمة بالوقوف وراء حالة الفشل التي تمر بها البلاد أيضا يرى خبير الحملات الانتخابية قاسم محمد جبار أن هجمة الكتل وشخصيات الانتخابية على الأماكن العامة هدفها الوصول إليها قبل المنافسين الآخرين وهي شبيهة بالمال السائب المعرض للنهب في أي لحظة سيد عبد الأمير كيف تصف لنا هذا الصراع على الحملات الدعائية الانتخابية قبل موعدها وعودت نفس الوجوه السابقة المكررة إلى المشهد السياسي شكرا أخي العزيز لك ولكل مشاهدي قناة الرائعة أهلا بك واقع حال العراق وهذا واقع حال العراق الفساد انتشر في كل شيء كل يوم زدنا للفساد السابق فسادا جديدا هو امتلاء شوارع بغداد الأرصفة اليوم المواطن بعد ما يقدر حتى يمشي فيه رصيف اللي هو مخصص أين أمانة بغداد وإين المفوضية من هكذا السلوب ثم هنا استغلوا فكرة من هو اليوم موجود بالسلطة ومتحكم بالسلطة حتى يحصل على كل هذه المناطق يجب أن يفهموا حقيقة أنه العراقيين وعوا حقيقة واقع حال العراق إن شاء الله تحط صورتك في نصف الشارع العام ولا تحطها في غير مكان يعني بدل ما يباعوا للمنصقات الآن أكو خطورة كبيرة جدا في قانون الانتخابات الجديد يجب أن ينتبهوا له إما أن الصوت للقائمة أو الصوت لشخص أنا أقول اللي هو مقتنع ويريد يروح للانتخابات عليها أن يختار شخص لأن إذا راح للقائمة القائمة معنا الأصوات ستجمع لرئيس الكتلة ورئيس الكتلة سيختار من يريد سيعيد الفاسدين اللي هو الناخب ذهب لغرض عملية تغيير وإزالة الفاسدين الفاسد اليوم يستغل الساحة ويستغل المكان المواطني اللي لازم يقضي حاجة به ويستغلون الحدائق العامة واليوم شفناها حتى بالدول يعني رئيس البرناماني اليوم صورة قبل أن تبدأ الدعاية في المطار عمان الدولية مطار الملكة عالية ومكانات أخرى نحن نقول الدعاية يعني يجب أن يفهمها العراقي شوف لي نشاطه بعدين كل المراجع طرامجة الانتخابية كل المراجع جينية وسياسية قالوا لك المجرب لا يجرب إذا واحد ما مفتهم المجرب لا يجرب نحن نفهم لياه كل من استلم يعني موقع تنفيذي أو تشريعي خلال فترة الخمسطعة السنة المضت ولم يتحقق شيء للعراق هذا مجرب ولا يجرب مرة أخر أما تجون يفسروا ليها أخذ الكذا وأخذ الكذا لا أنت شوف يعني اليوم أنا أقول لك أكون ناس بالبرلمانيين وبالوزراء يعني نزيهين ممكن ما بس أنت أنت أيضا اسكتت على باطل وفساد إذن هو مشارك موجود بلد واعتقالات فإذن انتهم شملتك المجرب لا يجرب نحن أيضا سيد عبد الأمير في موضوع ذي صلة ضمن زاوية مقالات كتب علي شمخي في الصباح الجديد العراقية خطاب انتخابي مشوه يقول شمخي في مقاله تراجعت إلى حد كبير عنوين البرامج الانتخابي المراشحين في العراق اتساقا مع الفشل الذريع في تحقيق التطلعات والآمال التي كان يعقدها الناخبا على النخب السياسية التي توالت على إشغال المناصب التشريعية والتنفيذية ويقول باتت فرص التأثير في الرأي العام ضئيلة مع انعدام أي مكتسبات حقيقية يمكن تحقيقها للأحزاب والكيانات أو وعد جمهورهم بها إذن الشعارات التي كانت في السابق تستخدمها القوى السياسية والمشاركين في العملية السياسية في الانتخابة السابقة ذهبت أدراج الرياح ولم تعد تنفع ما الجديد برأيك هذا اليوم أنا أشكرك هذه نقطة كلش مهمة يعني كانوا يستغلون كثير من الأشياء خلال دوراتهم الانتخابية الماضية كأن يتحججون بالبعث يتحججون بالإرهاب يتحججون اليوم أنتوا تقولون الإرهاب نهينا وداعش انتهت والبعثين الناس يرفضون العملية السياسية جملة وتفصيلا ولا يرغبون بدخول هذه العملية البائسة التي جاءت للعراق بالدمار خلي يطمئنون هم هذا الموضوع معه بالعكس أنا أشوف شعارات الآن وهوسات وهزيج رغم القسوة والقوانين تمجد بالمرحلة الماضية ولا ترغب بالمرحلة الجديدة شي يريدون يقدمون اليوم من برامج هم غير صادقين في 15 سنة يعني ما معقول مثل ما تطلع لكبرلمانية معينة وتقول انطونا فرصة تجربونا 4 سنين يمو إحنا جربناكم 15 سنة ما قدمتوا شي معدهم شي جديد يعني حقيقة اليوم إلا المنافسات غير الشريفة حقيقة أنا اللي شفت بهذه الانتخابات ولذلك أحكم على هذه الانتخابات أسوأ من سابقتها بمليون مرة يعني اليوم يستغلون تصغيص سين وصاد للأسف بأفلام إباحية بتشهير بجوانب أخرى يا أخي أنت بدل ما تشهر بزميلك حتى المنافس إليك أنت قدم لي برنامج أقتنع بيك مواطن واللي راح أبدأ بالإصلاح ش تصلحون إذا اليوم بالعمارة مدرسة يرحلون طلابها وبالشارع يروحون يدرسون حتى ينطوها لا مستثمر يسوي عليها موض هل وصل مستوى التعليم مستوى أداء الشخص ما عندهم برامج يعني أنت تقول لي أكو جديد عندهم ش يريدون يقولون للناس بس مجرب يعني كل اللي يقدرون يقولون أنطونا فرصة أو جربونا أربع سنين الظاهر جيوبهم ما امتلت تماما وذهنهم المتعطش للدم ما انتهى عندهم يريدون يكملون على الشعب العراقي خلال الأربع سنوات فالشعب العراقي مطالب يئما أن يذهب بالكامل ويغير يئما أن لا يذهب لهكذا انتخابات ويحرج المجتمع الدولي جميعا أنه لا قيمة للانتخابات في العراق ولا جديد في برامجهم أنا لم أرى اليوم لحد العام برنامج انتخابي يملأ عين الشعب العراقي نعم سيد عبد الامير من عنوين صحيفة المراقب العراقي لجنة نيابية تكشف عن ابتزاز جهات سياسية لشركات مقابل دخولها للعراق يقول عضو اللجنة عبد الحسين الإزير جاوي أن اعتراض بعض الجهات السياسية جاء للحصول على مبالغ مالية من الشركات مقابل دخولها وإقامة المشاريع الاستثمارية في العراق وتورط عدد من السياسين والأحزاب بملفات الفساد هذه إذن سيد عبد الامير بعد الفساد الداخلي الذي تحدثت عنه قبل قليل ولا وجود لمشاريع خدمية ولا وجود لبرامج انتخابية ومستقبلية بعد كل هذا الفساد الداخلي الآن الشركات التي ربما تريد أن تأتي للعراق لغرض إعمار العراق أيضا هناك فساد آخر يستغلوها بأخذ أموال من هذه الشركات مقابل السماح لهم بالعمل في العراق ما تعليقه؟ هذه نقطة جدا مهمة يعني أنت مشكور سلطة الضوء عليها نعم هذه جزء من الأجندات التي موجودة الآن هذه الشركات ابتزاز حتى فقط يسمحون للشركات الإيرانية أن تدخل يعني اليوم البضاعة الإيرانية يضعون كل القيود على البضائع الأخرى حتى يفسحون المجال فقط لها وهي من أسوأ الأنواع وقسم منها يغرزوها بأمراض يعني للأسف اليوم اللي يريد يطور بلده ما يضع قيود على الاستثمارات الخارج الله يرحمه شيخ زايد أنت استثمارات قالوا له شون ذول يجون يستثمرون خمسين سنة ومئة سنة واربعين سنة قالوا له شون المتغير بهذا الشركات رح تجي تبنينا بلد وانبنت الإمارات بهذه العقلية عقلية اللي يريد يطور وكان يتمنى في يوم من الأيام يقول أن أصل بالإمارات إلى مستوى البصرة اليوم البصرة واليوم العراق كله إلى الخلف هؤلاء متآمرين على العراق ونوع من الفساد الجديد أن لا يسمحوا للشركات الأجنبية إلا بالتزاز مالي يعني مكتفوا مما حصل بفساد داخل البلد اليوم اللي يريد تستثمر بالعراق ولواني يعني أشك أنه شركات تقبل أن تروح تستثمر في ظل الوضاع الأمنية بس مشكورة الشركة التي تجي يفترض مو أخذ منها رشاوي وإنما أنا أعطيها كل التسهيلات حتى ترجع تبني بلدنا زولة من فكرين إذن القصد وعدم بناء البلد القصد وأن تستمر الدولة متخلفة ومن فكرين ببناء دولة حقيقة وهذا يجب أن تكون أمام الناخب العراقي أن هؤلاء مجايين أن يبنوا لك بلد بقدر هم اليوم يترحمون عن نظام السابق يقول لي أنه تركنا بناء تحتية جعلنا أن نتفرق فقط للسرقة واستحواذ على أموال العامة ننتقل الآن إلى صحيفة الحياة اللندنية التي نقلت عن منظمة العفو الدولية قولها العراق في صدارة الدول التي تنفذ الإعدام حيث أعلنت منظمة العفو الدولية أن العراق من ضمن الدول التي تصدرت في تنفيذ أحكام الإعدام مشيرة إلى تنفيذ ملايق عن 125 عملية إعدام تكفلت السلطات المركزية المحلية العراقية بها جميعا أوضحت المنظمة أيضا أن العراق يستخدم عقوبة الإعدام كأداة لمعاقبة المعنيين إذن ملف الإعدامات في العراق إلى أين سيد عبدالله؟ هذا ملف شائك حقيقة لو واحد منصف من العالم يدعون أنه جودة يحررون العراق في حين هم دمروا العراق بما عملوا في غزو العراق لو نرجع لكل الملفات نلقي ذول الذين ينفذ بهم الإعدام نسبة عالية جدا منهم تصل إلى التسعين بالمئة هم أبرياء أما المجرم الحقيقي والمليشية خارج السجل هذا يعني اللي يسرق أنت سامع مدير عامل تجهيزات قبل يهزم نائب بالبرلمان ما كان اليوم أبو السادة محمودي يعني المشكلة أنه إحنا قضاءنا وتعليمنا وبالسابق كل القادة يسأل شون التعليم و شون القضاء إذا ذني صار به انخلل يتوقف عن حروبه لأنه الحياة ممكن تستقيم و لا يوجد إحنا ما شاء الله قضاءنا إلى الخلف وتعليمنا إلى الخلف اليوم ما خايفين هم منه لأنه أي واحد يدخل إلى محكمة معينة ممكن يدفع الرشاوي الممكنة و يغادر السجن المدير قلت لك أند ربط لك مثال هزم نائب بالبرلمان هزم نائب بالبرلمان و بعدين لقوا العليا القبض على قرب الحدود الإيرانية من يتقدم النائب للمحكمة أنا أول مرة أسمع بالقضاء العراقي قاضية تحكم للنائب سنة مع وقف التنفيذ لكون شاب ويدرس دراسات عليا و أنت اليوم عندكم شياب بالسجون صار لهم 15 سنة ما طلعتهم أو شباب أخذتهم من مدارسهم ومنعتهم بحجة الطائفية فالمشكلة يعني هذه مستشرية بالعراق موضوع الإعدامات يعني أنا أفترض أنتوا جئتوا وتنادون بحقوق الإنسان وديمقراطية تحجون على النظام تقولون بالسابق النظام ما كان يعدم إلا المجرم أما اليوم البريء يروح بجريرة لأنه انتماء الطائفي لأنه متكلم على مسؤول مخبر السري وغيرها مخبر السري ومرات المناطق تنفذ الإعدام ويطلع وزير العدل يتفخر يقول رئاسة الجمهورية ما ما فقتلنا على عدد كبير حتى ننفذ وذولا كلهم إرهابين هو الإرهاب الحقيقي اللي دمر البلد واللي جاء بنا داعش واللي ساعد في تحقيق داعش الاحتلال ومن تعاون من الاحتلال الآن هم على سبة السلطة يعني نعم احنا البلد اللي متقدم في مثل الحالات حالات الإعدام وللأسف الشديد وينكم انتم جيتوا تتحررون بلد وتتحققون حقوق وين منظمات حقوق الإنسان من هذا الموضوع أنا الإنسان الإرهابي وتريد تنفذ به الإعدام كل الدنيا تأدي لك تحية بس كون عادل وعندك قضاء عادل وقضاء ما يمشي لي بكلام مخبر سري أو شهود اثنين مزيفين وتلاحظ أنه حالات الآن يعتقد حالات الإعدام حشوائية ومزاجية نعم إذن بهذا أشكرك الشكر جزير سيد عبد الأمير على هذا اللقاء شكرا لك مشاهدنا كان معنا الكاتب والمحلل السياسي عبد الأمير طارق حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة